بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرح المرسلين. سيدنا محمد وعلى الله وصحبه جميعين. اهلا وسلم وخيركم. ان شاء الله النهاردة هنبتدي درس جديد من تمارين المنزور. التمارين اللي قدامنا ده هتلاقوا رابط الملف بتاعته تحت الفيديو لكن مع ذلك هتلاقوا الصورة بتاعته مش فاضحة او انا يعني لابعات حالة اطلع حكده بليطريقة لانها بربعة تالي مش مزبوطة ايو. هنبدأ دلوقتي رسم ده. عايزين نبدأ نشوف هنبدأ من اين? نبدأ من نقطة دي. نعمل الجزئية دي بعدين نعمل نصال البيضاوب دا. وننقل التاعت. بحيث ان احنا نعمل نص البيضاوب التين. وهنكمل بقية الشكلة. قاية نعمل نص البيضاول اللي هنا ده. وننقل له تحت. ونعمل حتة دي. بالطول بتاع. هنطلع على حد فين مش هنطلع لان احنا غيرracش الخططة هيطلط حد فين هنا. بعد كدر مزور المقطة دي نعمل الجزئية دي ونعمل الجنب ده كله. اللي هنا ده. نكمل ونعمل الجزئية اللي عندي ده بالبيضاء اللي هنا والجزئة اللي هنا دي كلها واحد كانوصف بالشكل. نعمل نشوف هنعمل الكلام ده ازاي? اول حاجة ازا ما نتعمل نهد ده ابني هنا. تمشي من المطار الكل كده. اهو. هتحدد بتاعك. هتعمل نص البيضاء اللي هنا. بعد كده انت طبعا عامل الاجزاء بتاعكم من الها تحتها كل مدير ما تعمل آآ المعين بتاعك اللي احنا شرحنا قبل كده. طبعا احنا شرحنا طريقة عمل البيضاء بالتفصيل قبل كده. اهين? بعد كده ايفر الشكل. طبعا كده هنا برضا هون. بعد كده نكمل بيت الشكل اهو. وقف هنا. واعمل البيضاء جديد. واعمل معين بتاعك واعمل البيضاء اللي هو هنا. احتيجي بعد كده افر الممس بتاعك. الطول بتاع الجسم ده وقتين واحدين. بعد كده تنتين البيضاء اللي هنا ده تحت شوية. لحد كان بحد طول الجسم اللي عندي ده. بعد كده هترجع تاني الناس المقطه دي. هيا تعمل خط. ميل كده بمقدار الجزء ده اللي هو تقريبا يعني اكتين وعشرين. بعد كده هتمشي ميل هنا. مقدار طول الشكل اللي عندي ده. بعد كده هتطلع رأس كده. بعد كده هتجي من هنا تطلع رأس بالمقدار بقى. بعد كده بزء ده ميل. هعمله ازاي? امشي كده بمقدار المال اللي هو هنا ده. اهو. وبعتقى اطلع رأس بمقدار الالتفاع اللي هو ده. احدد مطة. مطة دي اوصلتها. خلاص يبقى انا عملت المالي بتاعي. بعد كده وشرحنا بكبر القمالين بنعمل خطوط اليوم بمشي مالي بزاوة تلاتين ورأسية ازاي? بعدها تجي من هنا تمشي مالي بزاوة تلاتين مقدار العرض. وكزلك تمشي مالي هنا بزاوة تلاتين مقدار العرض وتوصل خطفة. بعتقى في الشكل بتاعك اهوت. ما في الشكل بتاعك اهوت. الحتة دي مفروض ان تلاقي فيها تعملو. قلنا ازاي تعمل ادى كان ربع دايرة ازاي ده المدعمة تجعون البلدول كل مجتملاته. وكزلك تعمل هنا البلدول الزيت. وجده افس الطريقة. ده كان هيبقة هنا. اهو. انا اخشون. كيبه انت خلاص. عملت الحتة الراسة اللي هنا ده. ما تنساش تجد الجزيرة بتاعتها اللي هي دي. اهو. فانت خلاص للحتة. بعد كده تيجي تحدد مكان البلدول هنا ده. وتعمل. وتنقلو تحت. بعد كده هتعمل ربع بلدول هنا. اهو. هتكامل الجزء ده هنا كده. اهو. تكمل الجزء ده هنا. تعمل برضو هنا ربع بلدول. زي ما قلنا احنا بعجل مطبع بلدول ده لان احنا شرحناه بتفصيل مملة على تلات او اربع مرات قبل ايتيتها تلات او اربع بيديوهات. وكزالك هتجي تعمل الدول اللي هنا اهو. وكزالك هتجي تيفي الشكل بتاعك. دي بقى انت كده خلاصت بكل بساطة. عامل مانزور معك في حالة ما اصلا. ما تنساش بس الطوط اللي هي تقفل لك الشكل من هنا. وما تنساش تنقل البيضاء مصبوط بحيس ان الشكل يطلع معك. مصبوط. طبعا ما نخلط دي بايزة بقداب شوية. احنا نرسم كروك. هتجي بقى انتشوف طريقة رأس المنظور ده من جمع اي شاح بحيس ان الصورة تلطبح لك بشكل افضل. كده يكون انتهي الفيديو بتاعنا. نتمنى الفيديو عليكم بحضراتكم. ما تنسوش نعملوا لايك وشارلوه. سبسطرايب بالشان بتاعتنا عليكم. ولبسوا حتاعتنا على خسابكم. شكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة.